ولأن السياسة لا تقتصر على المناصب بل تتعمق في الاستقرار الأمني حددت وزارة الداخلية الأحد المقبل موعدا لمحاكمة ستة ضباط وأربعة مفوضين على خلفية هروب السجين أحمد شايع من سجن البصرة كما وجهت عقوبات انضباطية لثمانية منتسبين بالقضية ذاتها ووجه رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لتشكيل لجنة برئاسة النائب عن كتلة صادقون عدي عوادة وعضوية آخرين للتحقيق بقضية هروب المتهم من مركز شرطة الجمهورية في البصرة